لماذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على الشخص الذي عليه دين حتى لو كانت نيته السداد وما هو المطلوب فعله من صاحب الدين في هذه الحالة لا هو طبعا هذا كان في بداية التشريع هذا كان صلى الله عليه وسلم في بادي الأمر يسأل على صاحبكم دين فيقول صلوا على صاحبكم ولكن هذا من باب الفضل ولكن من باب الحكم وإلا لو كان الأمر ده تشريع خاص بالجميع يعني عام مش خاص به من باب التورع لمنع الجميع من الصلاة عليه نعم لكن لأنه جائز الصلاة عليه يعني من باب الفضل أنه هو ترك لهم فقط ومن باب حث الناس على أداء الديون ويغفر للشاهد كل شيء إلا الدين لخطورة الدين ثم بعد ذلك قال يعني بعد ذلك كان الأول بيسأل عليه دين لا فيصلي مع لهوش عليه دين لا ما يصليش ليس لا عليه دين فيتركهم يصلي بهم المدين لا يصلي والذي الله سعدين يصلي عليه إلى أن جاءت تسعة الفتحة والدنيا والأصبحت فقال من ترك مالا فالورثته ومن ترك دينا فعلي قضاؤه إن الإنسان المسلم ما يترك دينه ويعجز الورث عن سداده تسدده الدولة وكان يصلي عليهم يعني جزاكم الله خيرا طيب معنا